كما تحدثنا في بداية حديثنا لهذا اليوم من خلال افتتاحيتنا لبرنامج يوم جديد تحدثنا عن الغوص في أعماق الذاكرة الوطن الجميل من خلال وسط البلد القديم وعمان القديم وهذه المورثات التراثية التي تبطت بنا من خلال عداتنا وتقاليدنا والعديد من الأمور اليوم سنحكي عن ذاكرة عمان القديم ونحكي عن فعالياتها الثقافية ومظافاتها وكل شيء يتعلق بهذا الإرث والموروث التراثي والثقافي والحضاري الأردني اللي منعتز ومنفتخر فيه سيكون معنا الأستاذ عمر العرموطي وهو باحث ومؤرخ ومؤلف موسوعة عمان أيام زمان للحديث عن هذا الأمر نقول لك صباح الخير صباح الورد ولياسمين أهلا وسهلا أستاذ عمر نورتنا صباح النور يعني أستاذ عمر بالبداية خلينا نتحدث عن التنوع الاجتماعي في عمان والتنوع العرقي أيضا كانت عمان وما تزال كالفسيفساء بها من جميع الأماكن وهي لوحة جميلة جدا نتباهى بها أمام العالم ككل والله يفسيفساء جميل يعني كان عجبني قبل سنوات مقالة معالي الدكتور الجواد العناني طال طول عمره بقول عمان عمان القديمة والآن فيها حوالي 52 اثنية وعرقية يعني عمان تجد فيها البدوي والفلاح والبلقاوي والشيشاني والشركسي والكردي والبشناق والسعودي والبلاد شنقيت والتركي كل هالخلطة 52 اثنية وعرقية عملت سيفساء جميل في عمان أنا برأيي هذا إيجابي وليس سلبي السبب أنه ثقافات كثيرة وأعراق كثيرة كلها انصهرت في بوتقة عمان وصاروا عمانيين يعني أصحاب هذه الثقافات بالنهاية زي ما حكينا بصاروا عمانيين لكن احتفظوا بثقافاتهم هذه الثقافات الكثيرة في عمان يعني عملت حراك ثقافي ممتاز وحوار ثقافات وتمازج ثقافي زائد بالنهاية كمان صار فيه مصاهرة بين هذه الأجناس كلها فأنتجت مجتمع عماني جميل متعدد الثقافات وهذا شيء جميل لأنها تعددية وتمازج الثقافات يعني عمان كما ذكرنا تحتوي على أعراق كثيرة وإثنيات كثيرة يعني بضرب مثل واحد يعني بهالعجالة لإخوان الأرمن في مطلع القرن الماضي جاء جماعة من الأرمن وسكنوا عن سيل عمان ورحب فيهم أهالي عمان وعشائر بلقاوية عمان ومنهم الشيخ منور الحديد والشيخ شاهر الحديد وسكنوا عن سيل عمان وعملوا بالصناعات الدقيقة صناعة الشوك والسكاكين والتصوير والخياطة والرتي بعد فترة لما جاء الملك المؤسس عبد الله الأول بن حسين طيب الله ثراه رحب فيهم بعد ما تحسنت أحوالهم قالوا بدنا نأسس حي الأرمن المربغالي بدهم مكان يذكرهم بعاصمة أرمينيا اللي هي ريفان وين نقوا قمة جبل الأشرفية المشرف على نهر عمان أو سيل عمان وهذه عاصمتهم يا ريفان كانت هيك قمة جبل وتحتها نهر فهذا الربط بين أنه المربغالي جميل كمان اليوم بدنا نتحدث عن الجانب الثقافي لمدينة عمان القديمة ونحكي عن المجلس الأدبي الثقافي للملك عبد الله المؤسس وكان له أثر عظيم في ذلك الوقت وأيضا كمان المسجد الحسيني كان هو بؤرة ثقافية هامة في عمان القديمة ولا شوف المجلس الثقافي الملك المؤسس عبد الله الأول الحسين طيب الله تراه يعني كان حالة فريدة بالعالم العربي لما جاء الملك المؤسس إلى عمان يحمل إرث كبير من أجداده الهاشميين ومن الخلفاء والحكام المسلمين القدماء اللي كانوا يقربوا في بلاطهم الشعراء والأدباء والمثقفين لذلك كان في مجلس الملك المؤسس في العاصمة عمان وفي القصر الملكي في الشونة بالأغوار كان فيه يعني زي صالون أدبي ثقافي يضم الثقافة في كل أنحاء الأمة العربية يتصور سنة 1921 في ذلك الوقت المجلس الوحيد بالعالم العربي اللي يترأسه أمير أو ملك كان فيه عمان ومين كان يرد على هذا المجلس الثقافي أو الصالون الأدب الثقافي من مختلف أنحاء العارم العربي مثلا من الأردن شاعر الأردن عرار مصطفوها بالتل الشاعر عبد المنعم الرفاعي اللي من كلمات السلام الملكي عاش المليك عاش المليك تيسير ضبيان الشاعر عمر أبو ريشة من سوريا عبد المحسن الكاظمي من العراق الشيخ محمد الأمين الشنقيطة اللي أصله من بلاد شنقيط موريتانيا حسني فريز الشاعر الأردن المعروف حمجة العربي وغيره من الأدباء والمثقفين كان يصير فيه مساجلات أدبية وحوارات شعرية وندوات ثقافية مش موجودة بالعالم العربي هذا كان في عمان تصور سنة 1921 المجلس الوحيد اللي بالعالم العربي الثقافي اللي يترأسه ملك أو أمير طبعا هذا المجلس الأدب الثقافي يعني غير أنه صدا وثقافته والحوار الثقافي بين مختلف الأطياف بالأم العربية بالثقافة والشعراء كان من نتاجه حركة ثقافية عظيمة في الأردن من نتاج هذا الصالون الثقافي يعني حركة ثقافية أنتجت شعراء وأدباء بعد فترة إذا تكلمنا عن موضوع المسجد الحسيني كبؤرة ثقافية بصراحة المسجد الحسيني كان بؤرة ثقافية كبيرة وكان فيه تقليد أسبوعي أهالي عمان يستمتعوا فيه الملك المؤسس طيب الله تراه بيجي بصل الجمعة ومحاط بالخيال الحرس الشركس الخاص عندما يصل إلى المسجد الحسيني تستقبل موسيقات الجيش العربي بألحانها الشجية تعزف السلام الملكي الأردني وقبل السلام الأميري والأغاني الحماسية الأردنية بألحانها الشجية موسيقات الجيش العربي بدخل الملك المؤسس بيصلي الجمعة بعدين بيصافح الناس بعدين بعدها بدخل على سوق البخارية حتى يتفقد أحوال التجار ويعني الحركة التجارية في عمان فالمسجد الحسيني الكبير كانت تقام فيه ندوات ثقافية ودروس بشكل مستمر فكان بؤرة ثقافية مهمة استكمالا للأمور الثقافية المنتديات القديمة الثقافية في عمان يعني كان بعد سنة 1946 بعدما تخرج فوج من الطلب الأردني من جامعة دمشق أسسوا الندوة الأدبية وهي منتدى ثقافي بالقرب من الجامعة الحسيني وبعدها المنتدى العربي وكان من المؤسسين الطلاب الأردنيين الذين يتخرجوا من دمشق ومنهم الشهيد هزاع المجالي والدكتور عبد الرحمن شقير وضيف الله الحمود الخصاونة ومحمد نزال العرموطي وسليمان الحديدي وجريس حددين ونبيه الملقي كان في ندوات ثقافية تقام في هذا المنتدى يعني كان نادي ثقافي وندوات سياسية وبعدها تأسس المنتدى العربي عند شارع الأمير محمد حتى كان فيه في ذلك الوقت تم تأسيس مراكز ثقافية أجنبية مثل البريتش كانسل كانوا يتعاون معاه في محاضرات وأفلام وثائقية فهذه كانت المنتديات الثقافية وسيلة للدفع الثقافي في عمان كذلك سينمات عمان القديمة هذه كانت بؤرة ثقافية بصراحة في هذا كل وقت ما كان فيه لا تلفزيون ولا فضائيات ولا موبايل السينمات كانت متنفس للثقافة سينمات عمان القديمة طب أساد عمر بدنا نروح كمان لموضوع مضافات عمان شيء مهم هذا شكرا مضافات مهمة ومش بس كانت بعمان كمان بأغلب المدن الأردنية المضافات الكلمة مشتقة من كلمة المضافة وهي الضيافة صحيح المضافة كانت وسيلة اجتماعية للتآلف الاجتماعي والعشائري وصلة الأرحام المضافة كان يتكفل مصاريفها بالعادة الشيخ العشيرة حتى قبل يعني 1921 على زمن الأتراك يعني المضافة كان يتم فيها يعني يجوا الجندرما أو العسكر الأتراك وبيكلفوا ناس من المضافة أو الشيخ العشيرة بالجمع الضريبة وبجوز الإنسان مطرود وعليه دم ومهدد بلجأ للمضافة أو إنسان تقطعت فيه سبل بالشتاء الغزير يلجأ للمضافة هلأ منحكي عن المضافات بشكل عام بعمال قديمة يعني أذكر من هذه المضافات على سبيل المثال يعني نماذج طبعا مضافات عشائر الدعجة ومنها عشيرة مضافة الشيخ مخامر أبو الجاموس في ماركة ومضافة الشيخ فلاها العاب الدعجة في جبل هاشمي مضافة الشيخ شاهر الحديد في الأشرفية مضافة الشيخ منور الحديد في القويسمة مضافة الشيخ نزال العرموطي في الجبل نزال مضافة الشيخ طراف حيمور في البلد مضافة النوابلس لمحمد سعيد حلاوة ومضافة إخوان شوام عمان وهي مضافة أبو صلاح الشربجي على سيل عمان مضافة سعيد باشا خير مضافة الشيخ عواد الفرحان أنعيمات وهكذا يعني أنا بضرب أمثلة فقط يعني هل المضافات نحكي عنها بشكل مهم المضافات كانت تبنى فيها شخصية الرجال يعني الأب يأخذ ابنه على المضافة ما كان وقتيا لا يقدر يبعثه على معهد الإدارة بباريس والأوكسفورد ولا الجامعة الابريكيبة يجيبه على المضافة الولد لما يكون بالمضافة مع أبو يجلس مع الرجال ويتعلم فن الحوار وأسلوب الحديث ويتعلم من هذه المجالس الآن عندنا بعمال القديمة والأردن مثل مهم بقول لك ابن المجالس بغلب ابن المدارس كان يتعلموا من هالمجالس من الكبار يتعلموا منهم زائد مرات يعني كان مضافات عمال القديمة يجيبه حكواتي يحكي لهم عن أشياء تاريخية قديمة الزير سالم وعنتر بن شداد وتغريبة بن هلال وصلاح الدين الأيوبي فكانت وسيلة للثقافة زائد صلة أرحام يعني بصير فيها موائد برمضان بصير فيها جمعات فيعني من خلال موسوعة عمان أيام زمان كان فيه نداء للمرحوم الشيخ فهد مقبول لغبين يدعو إلى إعادة إحياء دور المضافات السبب لأنه تباعدت الناس والعلاقات الحميمة قلت يعني نسبيا الآن وألهت الناس وسائل الاتصال الموبايل والإنترنت وكذا فدعا إلى إعادة هذه العلاقات الحميمة من خلال المضافات طبعا الدواوين الآن والمضافات بعمان موجودة بكثرة للعائلات والعشائر وأحيانا بكون فيها يعني زيادة في فخامة البناء يعني كان أول بناء بسيط والعشائر الأردنية طبعا كلها كان عندها مضافات علية الشيخ مثقال الفايز في أم العمد مثلا ومضافات لحويطات أبو تاية الشيخ أبو تاية ومضافات الشمال ومنها أقدم مضافة مضافة سعد البطاينة في إربد في البارحة هذه أقدم مضافة في الشمال وهكذا يعني إذا بدنا نعدد تأخذ برنامج كامل لكن حكينا باختصار عن المضافات أنه كانت يعني بؤرة ثقافية اجتماعية وتبنى فيها شخصيات الرجال صحيح بالإضافة أنه أستاذ عمر زمان بجوز زي ما تفضلت في بداية حديثك اللي هي المحبة اللي كانت تجمع كافة أطياف المجتمع الأردني آنذاك في مكان واحد فتلاقي من الشركس من الششان من الأرمن كلنا كانوا يعيشون في بيئة واحدة مليئة بيئة الحب ونحكي عن هذه الله يبدأ أضرب لك أمثلة جميلة يعني من تاريخ عمان القديم يعني نشوف قديش كانوا الناس يحنوا على بعض بقولوها بالعامية كانوا حناين على بعض نعم يعني إنسان فقير مثلا أو بدخل ومحدود كيف كانوا يساعدوا بالمنوحة المنوحة إما بتكون على شكل إنه بعطوه عنز أو مجموعة من الماشية لا يملكها لكن يستفيد منها يحلبها وبعمل لبن وزبدة وسمنة وكذا وإلى آخره منها ويستفيد منها الماشية هذه المنوحة على شكل ماشية أو عنز النوع الثاني أرض بضرب مثال المرحوم الشيخ مثقال باشا الفائز شيخ مشايخ قبيلة بني صخر كان له أرض مقابل ديوان مثقال الفائز على الجهة الثانية قرب منطقة لغبية أنا بقدرها بمئتين لثلاثمائة دنم هذه المنوحة كان الشيخ مثقال يقدمها لناس دخلهم محدود وفقراء يقولهم ازرعوها وخذوا ناتجها واستفيدوا شوف قديش الناس يعني كانت مليحة مع بعض صحيح بعدين بالزمنات بعمان افرض بمنطقة معينة سيدة بيت عملة طبخة توزع الجيران كمان طبعا توزع الجيران وقديش كانت العلاقات حميمة بضرور لك مثل ثاني الآن لما صارت نكبة فلسطين بالـ 48 تقاسم العمانيين رغيف الخبز مع إخوانهم اللي يجوا من فلسطين وتقاسموا البيت وقالوا لهم خلوكوا شهر ستة شهر ثمانتة شهر سنة عبن ما تدبروا حالك وبعدين يعني روحوا له مكان ثاني فهذه كانت يعني صلة حميمة وطيبة أهل عمان تعالى المخيمات اللي تشكلت بـ 48 ومنها مخيم الوحدات مين اللي قدم الأرض؟ اللي قدم الأرض عشائر الحديث والقطارنة وبالقوية عمان بأجر رمزي زهيد والله ما بعرف عشر ذنير ولم يتليارة بالسنة لم يتسنة حتى يساعدوا إخوانهم ولذلك سميت عمان أحد أسماءها عاصمة المهاجرين والأنصار بدأ ضررك مثل ثاني أدراج عمان أدراج عمان هذه أحد أسماء عمان مدينة الأدراج كانت وسيلة للتنقل لما كانت مواصلات نادرة تطلع من وسط البلد لرأس الجبل أو من الجبل للأسفل فكان العمانيين يستعملوا لأدراج وسيلة للتنقل الآن الأدراج فيها شغلة مهمة فيها أدبيات للأدراج هذه ليست موجودة بس بعمان موجودة في القاهرة وفي برشلونا في إسبانيا وفي البرازيل مناطق ثانية الآن واحد كان يصعد الدرج مثلا عطش مثلا بطق الباب بطق الباب ويقول بدي شربة مي على الثقة بعطوه أهلا وسهلة فيك زاد التقالف بين الجيران على الأدراج ستة البيت وجارتها الصبح بجتموا على طاولة جبنة وزعتر فنجان القهوة على الدرج وترويئة حمص وكذا فنجان قهوة العلاقات الحلوة الحميمة زادت تقام مناسبات اجتماعية على أدراج زفة العروس الطهور المآدب في رمضان وغير رمضان فالأدراج يعني بصراحة يعني حالة قصة وحكاية مميزة في عمان ويقول للكاتب الصحفي الأستاذ وليد سليمان أنه عدد أدراج عمان حوالي خمسمائة درجة وكل درج له قصة وحكاية وسمي على اسم العائلة اللي كانت تسكن بجانب الدرج مثلا درج الزعامطة على اسم آل الزعمو درج السراج على اسم آل السراج والشيخ عبدالله سراج رئيس الوزراء بالثلاثينات درج منغو درج المحكمة الشرعية هذا القصة حلوة يعني هذا عند شارع بصمان بطلع للمحكمة الشرعية كانوا شباب عمان بالزمنات يعني يقفوا على أدراج براقب المشهد إذا سيد وسيدة نزلوا وهم مكشرين بقولوا صار الطلاق إذا نزلوا وهم مبتسمين بقولوا أكيد سراجعوا تسهلوا فالأدراج يعني حالة فريدة بعمان وتاريخ وجزء من تاريخ عمان وأنا وجهت النداء لمعالي أمين عمان الدكتور يوسف الشوارب إنه كما شملنا قبل سنوات بناية السلطة القديمة وأدرجناها ضمن التراث العالمي ليونسكو فلنشمل أدراج عمان ضمن التراث العالمي لليونسكو نحكي عن موسوعة أيام زمان هذه الموسوعة المهمة جدا المكونة من أكثر من جزء نتحدث عنها ونحكي عنها وقديش هي مهمة جدا يستي موسوعة عمان أيام زمان بدأ العمل بها قبل حوالي 15 عاما نعم بعمل متواصل وانتجنا 11 جزء 17 جلد نعم حوالي 7500 صفحة ما شاء الله وفي مطلع العام القادم إن شاء الله إن الله حيانا رح أصدر جزء 12 بصير عدد صفحاتها 10.000 صفحة نعم وبجهد 15 سنة أنا أعتقد أنها أكبر وأضخم موسوعة بالعالم عن عاصمة ما في عاصمة أو مدينة في العالم تم تدوينها بهذا الكم الهائل من المعلومات لم نترك شاردة ولا واردة في عمان إلا ذكرناها يعني هذه الموسوعة بصراحة مرجعية للمؤرخين والباحثين والعمانيين حتى السياح الآن شو الفرق بين موسوعة عمان أيام زمان والكتب الثاني اللي ألفت عن عمان ألف كتب عن عمان عديدة الكتب اللي ألفت وجهة نظر واحدة هي وجهة نظر المؤلف بينما موسوعة عمان أيام زمان شارك فيها كل الطيف العماني نعم أكثر من 500 بمثل كل عمان وكل أعراق عمان وكل الفعاليات المهمة من عمان وبالدرجة الأولى المعمرين وكبار السن فأنا أخذت هذه المعلومات من صدور الحفظة من المعمرين وكبار السن فهذه المعلومات أنا أعتز بشيوخ العشائر والمعمرين اللي أعطوني معلومات مهمة وأذكر منهم الشيخ عايش رجل حويان والشيخ علي الزيدان الحنيطي والشيخ محمد عواد النعيمات الآن هذه الموسوعة أنا أعتقد أنها أصبحت موسوعة عالمية أعتقد أنها إنجاز أردني وعربي غير مسبوك الآن هذه الموسوعة كثير من المعلومات الواردة أخذناها من خلال الرواية الشفوية من صدور الحفظة والمعمرين الرواية الشفهية أنا أعتبرها مصدر تاريخي فيه ناس بيقللوا من الرواية التاريخية لكن أنا ما بقلل منها أنت وثقتها في هذا الكتاب نعم قد تكون المصدر الوحيد للمعلومة هذول شهود عيان يعني كانوا عايشين لحضر المشهد صحيح وشاركوا بالحدث في بعض الأحداث يعني تم توفيقها من خلال الروايات نعم بعدين ما بأخذها كمسلمات بأخذها للفحص مشابه لعلم الجرح والتعديل بالحديث الشريف كانوا يسافروا ويتأكدوا الراوي صادق مش صادق أمين مش صادق أمين ما بأخذها سيد عمر حكينا شو أبرز الأمور اللي ركزت عليها يعني أكثر النواحي اللي كانت في هذه المسوعة والله ركزت على رجالات عمان وجبال عمان وأسماء الأحياء والشوارع والأدراج تراث عمان القديم الثقافي سيل عمان أو نهر عمان آثار عمان الأحداث التاريخية الهامة بعمان عمان كيف كانت عروبية على يعني تتفاعل مع قضايا كل الأم العربية أنا بضرب لك مثل هنا يعني بطلع الستينات من القرن الماضي أمين العاصمة في ذلك الوقت المرحوم معالي ضيف الله لحمود الخصاونة غير اسم جبل الجوفة إلى جبل الجزائر ليش غيروا؟ تضامنا ونصرة مع كفاح الشعب الجزائري وكتب الاسم جبل الجزائر على الأرمات وعلى الباصات وأصبح يعني اسم رسمي بعد سنتين ثلاثة استقلت الجزائر عاد الاسم القديم جبل الجوفة فعمان كانت عروبية وتتفاعل مع قضايا كل الأم العربية فعودة على موسوعة عمان موسوعة عمان دون فيها يعني تاريخ عمان ولم نترك شاردة ولا وارد بعمان إلا سجلناها في هذه الموسوعة ويعني أنا بقدر أنه بين 100 و150 من اللي أخذت منهم يعني الروايات قسم منهم توفي رحمة الله عليهم وقسم ثاني مريض أو ذاكرته ضعيفة فلو ما سحبنا هذا الكلام أعتقد أنه ذهب جزء كبير من تاريخ عمان أدراج الرياح جميل هلا كمان في شغلة بجزء من خلال حديثك عن الجانب الثقافي وعمان زمان كانت عمان ملهمة للأدباء والمثقفين والشعراء ويعني الآن موجود بيت الفن وبيت الشعر في عمان ووجود المكتبات القديمة مكتبة الجاحث كمان موجود ديوان الدوق كمان عبارة عن مركز ثقافي المكتبات القديمة كيف كانت عمان دائما وأبدا ملهمة للأدباء والشعراء والمثقفين وهي مركز حضاري بحد ذاته عمان جميلة بالدرجة الأولى وما أجمل عمان في الربيع حيث ينتشر البساط الأخضر وأزهار الدحنون ومناظر الجميلة فهذا كان ملهم للشعراء ومنهم الشاعر عرار مصطفى وهبي التل له أبيات يتغزل فيها بعمان ضبيات وازي السير هل نفرت من سير بكل الضبية السمرى ويا ليت الوقوف بوادي السير إجباري يعني قصائد كثيرة شاعر أستاذ عبد المنعم الرفاعي كمان تغزل في عمان الله يرحمه حبيب الزيودي الشاعر الكبير يعني له قصائد وتم غناءها قصائد جميلة جدا فكانت ملهمة للشعراء والأدباء وفي مؤرخين ومفكرين يعني ألهمتهم يكتبوا عن عمان منهم قرن الماضي خير الدين الزراكلي اللي كتب عمان في عمان ويدكر فيها كيف تم حماية عمان من غزو الإخوين الكون الأول والكون الثاني لما اجتمعت العشار الأردنية ودحرت هذا الغزو المرحومة الست نجمية حكمت والدة معالي القاضي تغريد حكمت عملت كتاب جميل 65 سنة مذكرات سيدة أردنية وفي هذا الكتاب من ضمن اللي حكته عن عمان وصف دقيق لزلزال عمان سنة 1927 اللي عرف بسنة الهزة وصفت بدقة كيف حدث الزلزال وكيف ماجة الأرض وإلى آخره وذكرت أشياء عن عمان كثيرة وكذلك لا ننسى الكاتب العربي الكبير عبد الرحمن منيف اللي كتب سيرة مدينة كتب عن عمان يعني ببداية تأسيسها فهذا مرجعية طبعا مكتبات القديمة كان لها دور مثل مكتبة عمان مكتبة الاستقلال والآن مكتبة الجاحظ والمكتبات الموجودة بوسط البلد هذه كانت يعني عامل ثقافي مهم والها روادها نعم فيعني عمان يعني حاضنة للثقافة وحاضنة لكل من ينشد الأمن والأمان هي مدينة صديقة والعمانيين يعني الناس محترمين وعشائر البلقاويت عمان اللي بحيطوا بعمان إحاطة السوار بالمعصم عشائر محترمة وعندهم النخوة والشهامة والكرم فهذه هي عمان يعني لقاء ثري جدا وأنا أتفرج بالموسوعة بشكل سريع أنا شفت حتى مذكور أسامي يعني المسؤولين الرؤساء الأقليم الشرطة لم ترك شاردة ولا واردة يعني بعد هذه الأجزاء الأربعة خلينا نحكي وبعد العديد من البحث في عمان نشمية العواصم شو بتوصفها بكلمة بنهاية هذا اللقاء إنه شو بتوصفها بكلمة أو بجملة أشو بتحكي عن عمان عمان هي سيدة الجبيلات أكيد وسيدة العواصم وأجمل عاصمة في الدنيا مدينة الجبال السبعة ومدينة الحب الأخوي وعرين الهاشميين وعاصمة المهاجرين والأنصار وهي مأوى لمن لا مأوى له وأنا من الناس لأني عاشق عمان إذا سافرت وبتعدت عن عمان يبقى الفؤاد في عمان حماك الله يا عمان وتحرسك يا عين الرحمن إن شاء الله نشكرك جزيلا الشكر يعني الأستاذ يعني عمر العرموطي باحث ومؤرخ على هذا الجهد الكبير اللي رح ياخدوا أولادنا وأحفادنا ويقرأوا ويحفظ عليهم الله تراث تراث نعم إرث وتراث وهو إرث هل أنت أكي لك شغلة ثانية قول هذا القصص الشعبي والرواية الشفوية قد لا تجديها في كتب أو مواقع إلكترونية إحنا أخذناها من صدور الحفظة من المعمرين وكبار السن شوف كمان أستاذ عمر يعني مرات بتقرأ كتب ولكن هذه الكتب ليست خالصة فيها بعض الشوائب هذه القصص ممكن أنه عطاه كلمة وهو كمل الباقي ومنشوف فيه كثير بعد الكتب مش دقيقة مية بالمئة أنا بحكي لك الشغلة يعني فيه منتج عالمي سينمائي الله يرحمه توفي قريبا اسمه المخرج موحيدين عزة قندور الله يرحمه أخرج مسلسلات عالمية نعم بهوليوود يعني لما قرأ الموصوعة قال لي بتعرفه بتجوز أخذ مية مشهد قصص جميلة مثيرة تصلح مشاهد تلفزيونية وسينمائية أو وثائقية طبعا دائما إحنا الواحد تاريخ عمان عظيم يعتز بتاريخ بلده ككل من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب بكل مدينة بكل قرية وبكل مكان من مكان أردن الحبيب بدنا نشكرك جزيلا الشكر على تواجدك معنا العافو العافو ويعطيك العافي والله يقويك ويعني كالعادي دائما نعتز ونفتخر بهذا البلد ومن نشمية العواصم عمان لكم كلكم المحبة والاعتزان